بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثامن والدسعون بعد المئة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد يتكلم الشيخ رحمه الله عن معادات أعداء الله وأنها شرط للإيمان فيقول فإن نفس الإيمان ينافي موادتهم كما ينافي أحد ضدين الآخر فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط فقالا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء لا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ومثله قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمن وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم فالقرآن يصدق بعضه بعضا قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية وكذلك قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز وأنه يجب أن لا يذهب حتى يستاذن فمن ذهب ولم يستاذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان فلهذا نفى عنه الإيمان فإن حرف إنما تدل على إثبات المذكور ونفي غيره وكذلك قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وآطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق ياتوا إليهم ذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله فالأولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إلى أن قال رحمه الله والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك إنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به وأما من فعل بعض الواجبات فإنه معرض للوعيد ومعلوم بالاتفاق أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه وعليهم كلهم إذا حكم الشرع بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاروت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ظلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقوله إلى ما أنزل الله قد أنزل الله الكتاب والحكمة وهي السنة قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيظكم به قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء إلى الرسول والدعاء إلى الرسول يستلزم إلى ما أنزله الله وهذا مثل طاعة الله والرسول فإنهما متلازمان من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول وكذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإنهما متلازمان فكل من شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مسلزمة لمخالفة الرسول وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى ومخالف هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهذا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر بل قد يكون ظن الإجماع خطأ بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر إلى أن قال رحمه الله كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول وأما الرسول فينزل عليه الوحي وحي القرآن ووحي آخر هو الحكمة كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن الكتاب ومثله معه وقال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن بخلاف ما يقوله أهل الإجماع فإنه لا بد أن يدل عليه الكتاب والسنة فإن الرسول هو الواسطة بينهم وبين الله في أمره ونهيه وتحليله وتحريمه وبهذا انتهت هذه الحلقة فإلى غيرها إن شاء الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اشتركوا في القناة